الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الثانية من الوحدة الرابعة وقد سبق أن بينا أن الوحدة الرابعة نتكلم فيها عن أقسام الخبر باعتبار قائله ومضى في المحاضرة الأولى الكلام على القسم الأول هو الحديث القدسي وهذه المحاضرة الثانية وسنتكلم فيها عن الحديث المرفوع ثم يأتي بعد ذلك الكلام على الحديث الموقوف والحديث المقطوع وما يتعلق بهما من الكلام على الصحابة والتابعين في المحاضرة السابقة تكلمنا عن النوع الأول هو الحديث القدسي واليوم سنتكلم عن النوع الثاني من أقسام الخبر باعتبار قائله أو باعتبار من أسنج عليه وهو الحديث المرفوع وفيه عدة مسائل المسألة الأولى وهي التعريف الحديث المرفوع في اللغة كلمة المرفوع هي اسم مفعول من فعل رفعاء ضد وضعاء كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة رفعاء وهي فعل الثلاث كما هو معلوم يصاغ اسم الفاعل منها على وزن فاعل رافع واسم المفعول على وزن مفعول مرفوع فهذا هو تعريف من حيث اللغة أما من حيث الصلاح فعرفه المحدثون بقولهم الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة المسألة الثانية وهي في شرح هذا التعريف المقصود بقولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أي هو الحديث الذي ينسب أو يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف الذي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم قولا من قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان فعلا من فعله أو تقريرا أقرع عليه صلى الله عليه وسلم أو صفة وسواء كان المضيف لهذا القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة هو الصحابي أو من دونه من التابعين أي سواء كان متصلا الإسناد أو كان منقطعا وبناء عليه فيدخل في المرفوع من حيث الاسم يدخل فيه الموصول ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه المتصل ويدخل فيه كذلك المنقطع وهذا كلام هو على المشهور من مذاهب المحدثين وإلا فهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه فهناك من يقصره على ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من يقول أقوال أخرى لكن هذا الذي ذكرناه هو المشهور في حقيقة المرفوع فبناء عليه قلنا في التعريف ما أضيفه هكذا بالبناء المجهول ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة لأن المضيف قد يكون الصحابي وقد يكون غيره هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي في التعريف المسألة الثالثة وهي أنواعه من خلال تعريف الحديث المرفوع السابق يمكن أن نستنبط أن الحديث المرفوع له أنواع أربعة وهي كالتالي أولا المرفوع القولي وهو كما سيأتي بيانه سنضرب له مثالا بعد قليل ثم المرفوع الفعلي يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم المرفوع التقريري ثم المرفوع الوصفي هذه الأنواع الأربعة التي يتكون منها الحديث المرفوع المسألة الرابعة وهي أمثلة لهذه الأنواع الأربعة مثال المرفوع القولي أن يأتي الصحابي أو غيره فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مثل قول عمر الخطار رضي الله عنه سمع التنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى هذا يعتبر حديث مرفوع قولي ومعظم الأحاديث وأكثرها من هذا النوع المرفوع الفعلي مثاله أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يشو صفاه بالسواك مثلا هذا حكاية فعل من فعل نبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال المرفوع الفعلي المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يروى إنكاره لذلك الفعل يعني إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل فإذا فعل أي أمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بوجوده وعدم إنكاره فهذا يعتبر مثالا للمرفوع التقريري المرفوع الوصفي هو أن يأتي الصحابي أو غيره فيصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو يصف خلقه ومن ذلك مثلا أن يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كما في حديث ابن عباس فهذا يعتبر من المرفوع الوصفي هذه أمثلة على الحديث المرفوع بأنواعه الأربعة عندنا المسألة الأخيرة المتعلقة بالحديث المرفوع أن هناك من العلماء من يقسم الحديث المرفوع إلى قسمين ما مضى بيانه يسمى المرفوع صراحة يعني بوضوح منسوب مضاف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مباشرة وهناك قسم آخر وهو المرفوع حكما المرفوع حكما والمقصود بالمرفوع حكما أن هناك صور من الحديث الذي لا تتضح فيه من حيث اللفظ أنه مرفوع بل الذي يظهر منه أنه موقوف لكن المدكك في حقيقة هذه الصورة التي في ظاهرها موقوفة يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع لوجود قرينة معينة في أثناء الكلام تدل على هذا الأمر لذلك أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما وهذا له صور متعددة من هذه الصور على سبيل المثال أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عنها الكتاب أن يقول قولا لا مجال للإجتهاد فيه وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب مثل أن يخبر الصحابي عن الأمور الماضية كبدء الخلق أو أن يخبر عن الأمور الآتية الغيبية المستقبلية كالملاحم والفتن وأحوال القيامة وما يكون فيها أو أن يخبر الصحابي عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو يحصل بفعله عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله أجر كذا كقول أبي هريرة مثلا من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم هذه الصور كلها إذا قالها الصحابي فمن أين جاء بها أن يتكلم عن أمور لم يدركها من الأمور الماضية أو من أمور الغيبية المستقبلية أو أن يرتب ثوابا أو عقابا على عمل ما كونها بهذه الصورة أي أمور غيبية لا مجال لاجتهاد فيها وليس لها تعلق ببيان لغة أو شرح غريب والصحابي الذي قالها لا يعرف بالأخذ عنه الكتاب لم يبقى بعد ذلك إلا أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر مثل هذه الصور من المرفوع حكما هذه هي الصورة الأولى والصورة الثانية أن يفعل الصحابي فعلا لا مجال لاجتهاد فيه كصلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل رقعة أكثر من رقوعين الصورة الثالثة أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا فكونه ينقل مثل هذه الصورة ويقول كنا نفعل كذا سواء نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يذكر هذه العبارة لكن فهم أن هذا الفعل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه قرينة تدل على أنه يعني من المرفوع حكما كذلك يتعلق بها بهذه الصورة التي هي صورة أن يقول الصحابي قولا أو فعلا أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنا مثلا نفعل كذا كما في حديث جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فأضاف هذا الفعل الذي هو العزل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة الأولى الصورة الثانية ألا يضفه إلى زمن صلى الله عليه وسلم الصورة الأولى وهي الإضافة إلى زمن صلى الله عليه وسلم هذه بالاتفاق أنها من المرفوع حكما أما الصورة الثانية ففيها خلاف إذا فعل فعلا أو قال قولا نسبه إلى أحدنا صلى الله عليه وسلم كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا يعني إذا صعدنا تلا أو جبلا نقول الله أكبر وإذا نزلنا قلنا سبحان الله هذا حكاية فعل لكنه لم ينسبه إلى عدد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء فيه الجمهور يرون أنه موقوف وهناك من يرى أنه مرفوع حكما من الصور أيضا التي لها حكم غفع أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أمر بلال طيب من الذي أمره؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ومن ذلك أيضا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة أيام أو سبعة ليالي هذه الصور هي من باب المرفوع حكما نظرا لأنه ورد فيها بعض الألفاظ تدل على مثل هذا الأمر أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أو ما أشبه ذلك من صور المرفوع حكما أيضا أن يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع أن يقول حينما يلوي الحديث يقول يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كما ورد في حديث أبي هريرة حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين تقاتلون قوما صغار الأعين أيضا من صور المرفوع حكما أن يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبليها جاء الولد أحوال فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم إلى آخر الآية فالصحابي هنا فسر تفسيرا له تعلق بسبب نزول الآية فيعتبر هذا له حكم غفع هذه الصور كلها هي من التي ذكر العلماء أنها من المرفوع حكما الذي يلحق بالمرفوع صراحة من حيث الحكم هذا كل ما يتعلق بالمرفوع ونكف على هذا الحد والله أعلم وصلى الله عنه بنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته